للحديث أكثر حول هذه النتائج ينضم إلينا المهندس سعيد غمران أليرميثي الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان أمستيل أهلا بك معنا مهندس سعيد وشكرا على وجودك يعني رغم الظروف الاقتصادية استطاعت الشركة أن تبقى في نطاق الأرباح رغم هذا الانخفاض اللي عم نشوفه على مستوى الربع الثاني وحتى فترة النصف الأول ما أهم العوامل التي ساهمت بأرباح هذه الفترة شكرا على الاستضافة يعطيكم العافية طبعا قبل ما نتكلم عن الأرقام نتوقع مهمة نتكلم عن صناعة بشكل عام كصناعة الحديد مثل ما تعرفون إذا قارننا نصف الأول من السنة بالنصف الأول من السنة اللي فاتت كان في تحديات ملموسة على الصناعة بشكل عام متشكلة في ضعف الطلب بشكل عام على مستوى العالم نتيجة للظروف طبعا لنعرفها زيادة الفائدة والحروب والأمور هذه ولكن في نفس الوقت بعد الجزء الأكبر اللي هو الصين كون أن الصين تباطأت وكان الاستهلاك فيها بشكل قليل اللي زاد فيه صادرات وطبعا هذا الشيء أثر إلى على أسعار المنتجات النهائية في العالم صار في ضعف على الأسعار بشكل عام طبعا بالنسبة لنحن الحمد لله كان الوضع جيد الإرادات نزلت عشرة بالمئة فقط إذا ما قارننا هذا الشيء مصنعين بشكل عام اللي واجهوا مشاكل أكثر طبعا هذا يعود إلى شكل رئيسي الحمد لله الأسواق تحديدا في السوق الإمارات والأسواق الخليجية كون الأقتصاد الحمد لله مستقر وفي طلب إلى حد ما متنامي أو مستقر حتى في الفترة الأخيرة اللي عونا عليه في أرباحنا الحالية حتى مقارنة بالشركات العالمية الرائدة التي تعمل في مجال الحديد والصبح حول العالم ومقارنة بنتائجكم ونتائجها نجد لكم ثم التفوق نسبي رغم الظروف المحيطة بالعالم ارتفعت تكاليف التشغيل أيضا الداخلية ما أثر على الأرباح أيضا بسكل أو بآخر ما هي أوجه هذه المصاريف طبعا نحن اليوم صراحة الملائة المالية للشركة جدا جيدة هذا واحد يبدأ إذا قاررنا حتى بالنصف الأول من السنة التي فاتت نتكلم عن اليوم كان نسبة 12.7% وقالتا ب13.7% فننتكلم عن نزلة 1% طبعا مثل ما قلت لك النصف الأول من السنة التي فاتت كان جدا قوي اليوم لا نرى خفاظ كثير في الإبدال للشركة طبعا هذا سبر رئيسي هو مرونة الشركة اليوم في عمليات التشغيل بشكل عام وقدرتها على أنها تدخل الأسواق بهامش طبعا اليوم نبيع في 70 سوق الحمد لله عندنا القدرة أن ندخل في أسواق مقارنة بأخرى وكونا نحن نسوي هامش أكبر في سوق غيرتنا بالأسواق الأخرى الشيء الثاني اليوم نحن مقارنة بعد السنة التي فاتت ركزنا على السوق المحلي أرباحنا طبعا أكثر في السوق المحلي كانت نسبة التصدير مقارنة بالبيع في السوق المحلي 70 بالمئة في السوق المحلي مقارنة 30 بالمئة في التصدير اليوم نتكلم عن 20 بالمئة للتصدير كون أن الأسواق العالمية تواجه مشاكل أو ضغوطات كبيرة في الأسعار فعدنا 8 بالمئة اليوم من منتجاتنا تباع في السوق المحلي هل هذا في محاولة لعملية تخفيف فروقات العملات بالنسبة للأسواق التي تعمل فيها أستاذ سعيد وبالتالي رأينا هذه النسبة تنخفض بالنسبة للتصدير يعني بمعنى هل كان في أيضا مخاطر لعملية فروقات العملات على نتائج الشركة مش بالضرورة أكثر ما أنه مثل ما قلت لك هو السعر البيع في الأسواق هذه اليوم نواجه عالميا طبعا نحن نبيع في أوروبا ونبيع في أمريكا نتكلم عن الأسعار بشكل عام غارتنا بالإضافة تعتمد من سوق إلى سوق ولكن نزلت ما يقل عن 10 بالمئة بشكل عام طبعا إضافة إلى أن تكلفة الشهن بشكل عام زادت فهذا يشكل طبعا ضغط على الأرباح بشكل عام مثل ما قلت تركزنا على الأسواق القريبة والأسواق المحلية على الرغم أن وجودنا في أسواق عالمية مثل السوق الأمريكي السوق الأمريكي بشكل عام جيد على الرغم من الضغوطات ولكن بشكل عام هو فعلا الأسواق العالمية عليها ضغط كبير من ناحية الأسعار أكثر مننا طبعا طلب كون أن اليوم الطلب مثلا في أوروبا الطلب على المنتجات الحديدة بشكل عام قال نتيجة الإنفاق اليوم ما في مشاريع بشكل عام قاعدة نشوفه هناك بذلك عليه طبعا خف الطلب وفي نفس الوقت فيه تصدير من الصين بشكل عام كون أن الصين تباطأت بشكل عام نتيجة الأزمة العقارية في الصين نشوف حتى كميات التصدير صارت كميات كبيرة نتكلم عن أكثر من 100 مليون طن صار تصدير من الصين خلال السن اللي فاضت طبعا هذا يشكل ضغط على الأسعار عالمية جيد مهدس سعيد ذكرتك قبل قليل بأن ملأتكم المالية جيدة دعنا نتحدث عن موقفكم المالي نتحدث عن الإختراط وخطة الإختراط في ظل ثبات معدلات الفائدة حالية اليوم نحن الكاش الموجود في الشركة تكلم عن 610 مليون هذا أتوقع أكثر كان مشغل عن 40% مقاتل بالسنة السنة اللي فاضت فهذه نغطة رئيسية اليوم الشركة عندها نسبة صافي دين صفري الحمد لله اليوم ما عندنا أي ديون الشيء مهم جدا الحمد لله خلال الفترة خلال السنتين اللي فاضت نحن نزلنا الواركين كابيتل أو الديون للشركة من أكثر من مليارين درهم هذا يعطي الشركة ملاءة مالية جدا قوية بالنسبة للإقتراض الواركين كابيتل اللي هي الغروض القصيرة للأمد نقترضها من البلوك المحلية بالنسبة للغروض اللي هي للمشاريع والأمور هذه طبعا نحن نشوف كل الخيارات في حال أننا لدينا مشروع اقتراض وطبعا يعتمد على تحليل العاد مقارتا بالتكاليف وطبعا هذا الموضوع مفتوح الخيارات جدا جيدة الحمد لله اليوم يكون الشركة الملاءة المالية جدا قوية نشوف دائما قبول الحمد لله من الانترناشنال بانكس بشكل عام في حال أننا نحتاج إلى قروض الخيارات ممكن نحكي سكوك سندات أيضا واردة بالنسبة للشركة لأنه الآن نحن متجهل لخفض أسعار الفايدة أكيد مواند السعيد من قبل الفيدرالي مثل ما بتوقع الأسواق فهل خيار الإصدار والسندات قائم أيضا بالنسبة للشركة كل شيء وارد طبعا كل شيء وارد في حال أننا نحتاجنا إلى قروض طويلة الأمد أكيد أن كل شيء وارد مثل ما قلت الشيء الجيد صراحة أننا حتى ندخل في تست الماركت بشكل عام في مناحة القروض الحمد لله يكون دائما الفيدباك جدا قوي يكون الحمد لله الشركة وضعها جيد ماليا والحمد لله تاريخها جدا جيد في ماليا وفي نفس الوقت إعادة الجدولة وتزديد الديون بشكل عام مواند السعيد ما هي استراتيجيتكم في المرحلة المقبلة هل هناك نية للتوسع في أسواق جديدة استهداف ربما مصانع أخرى ما هي الملامح العامة بشكل عام عندي سياسة سياسة تقليل التكاليف هذه الرحلة لا تنتهي هذا شيء جدا مثل ما تقول نحن مستمرين فيه من البداية طبعا تقليل التكاليف بشكل عام نحن عندنا مشروع أو برنامج اسمه نماء مختص تحديدا بتقليل التكاليف في الشركة برنامج جدا ناجح جميع المستويات خلال الثلاثمات السابقة وفرنا أكثر عن 500 مليون درهم خلال البرنامج هذا خلال النصف الأول من السنة وصلنا إلى 80 مليون وإن شاء الله نتوقع من نهاية السنة نزيد أكثر نوصا إلى بعد 120 أو 130 مليون فتقليل التكاليف هذا شيء مستمر عم تختلف استراتيجية البرنامج وفقا للتحديات يعني هل عمليات التخفيض اللي شفناها بـ 2023 عم تختلف اليوم مهندسة عام 2024 أم لأنه التحديات مازالت مستمرة انتداد التحديات مستمرة طبعا يعني يعتمد من برنامج إلى برنامج مثلا إذا كان تحول رقمي أو إذا كان AI يعني البرنامج صراحة شامل وفيه أمور كثيرة بس المهم أن نحن مستمرين فيه وطبعا بالنسبة للأسواق مثل ما قلت أخي طيب نحن دائما ندلس الخيارات هذه اليوم الشركة تبيع في أكثر من 70 دولة ما راح ننتهي ما راح نوقف على هذا الموضوع الشيء المهم أن الشركة عندها خيارات كثيرة في ناحية المنتجات صحية جدا على ذلك المنتجات المكويرات الحديدة واتفاقيتها مع البحرين يعني ما هي نعكاساتها وتفاصيلها اتفاقيتنا مع البحرين صراحة كانت جدا جيدة بسبب جدا بسيطة نحن اليوم نستهلك قريبا 5 مليون طن من المكورات الحديد الاتفاقية كانت مليونين طن سنويا فنتكلم عن 40% من استهلاكاتنا راح تي من البحرين طبعا هذا يضمن استمرارية التوريد مع تنوع المصادر مكورات الحديد البحرينية جدا جيدة كورتي مالها جدا 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 عالي طبعا نحن البحرين أخوان نتمنى أن يكون حتى خلنا نقول بشركات قادمة أكبر إن شاء الله المساهم الآن هو مهم عنده التوزيعات لأنه شفنا بـ 2023 عدم تقديم أي توزيعات يمكن للمساهمين السياسة مستمرة بعدم التوزيع بمحاولة للاحتفاظ بالكاشفلو لتوسيع المشاريع نحن سياستنا بالتوزيع جدا بسيطة في الوقت المناسب راح نوزع وطبعا هذا يعتمد على قرار ما هو الوقت المناسب؟ الوقت المناسب أن تكون الشركة كسياسة بشكل عام اليوم نقول الكاش للشركة يستثمر في الشركة مثل ما قلنا نزلنا أرباحنا في مشاريع قادمة للتوسع والأمور هذه مهما ما وصلنا إلى استراتيجيتنا بشكل عام وأرباحنا وخططنا للتوسعية بشكل مباشر أكيد إن شاء الله سيكون ننظر في هذا الموضوع هذا بجانب سياسة تقليل التكاليف التي تدهجونها أيضا لمصلحة الاستثمار نحن نشكرك المهندس سعيد غمران الرميثي رئيس التنفيذي لمجموعة حديث الإمارات أركان ولا يفل الحديث إلا الحديث شكرا جزيلا إذن مشاهدين وقفا مع الفاصل سنبقى أيضا مع تفاصيل التحركات بالنسبة للأسواق الأسيوية وكذلك الأسواق العالمية ابقوا معنا